اشار التقرير الى ان الاقتصاد في منطقة اسيا والمحيط الهادى قد شهد نموا ملحوظا خلال العقود الماضية كما يواجه بعض الازمات التي تضم العلاقات التجارية المتوترة وسياسة التذيق النقدي وغيرهما ويتوقع التقرير ان يصل معدل النمو الاقتصادي في المنطقة هذا العام 5.6% بينما خفض تطلعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة في العام المقبل الى 5.4% واشار التقرير ايضا الى ان الاقتصادات في المنطقة بما فيها الصين لها القدرة في مواجهة التحديات امام النمو الاقتصادي يصورنا ان نرى السياسات التي نافذتها الحكومة الصينية حتى الان وانها ممتازة في امجها وبعدها والثبادها